مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وبنهني حضراتكم الموجودين في أمريكا وهذا الإسبوع هو إسبوع عيد الشكر فكل سنة وحضراتكم طيبين ليملأ الرب حياتكم بالشكر والإمتنان لعملوا العجيب في حياتكم وفي أيضا حياة أساركم موضوع حلقة اليوم هو مجروح لأجل معصينا وهذا العنوان هو مأخوذ من أشعياء 53 والنقطة المهمة جدا اللي النهاردة هنكلم عنها هو كيف تحققت نبوة أشعياء 53 في المسيح واحده في كتابه هل افتدان المسيح على صريب يحاول الدكتور منقز أنه يجعل هذا الأصحاح أو هذه القصيدة لا تمتل المسيح بسلة فهو ينكر سلطها بالمسيح وينكر أيضا أنها تتكلم عن المسيح وشفنا الإسبوع الماضي مقتطفات كثيرة من كلام الدكتور منقز وردينا أيضا على اعتراضاته الكثيرة وشفنا أيضا حاجة الدكتور منقز مشهور بها وهي أنه يقتبس اقتباسات غير دقيقة وغير حقيقية أو يغير في الاقتباسات لكي ما تخدم أغراضه فالأسبوع اللي فات جاب لنا اقتباس من كتاب الدكتور حنة جرجس الخضري أنه إزاي أنه أشعياء 53 لا يتحدث يقول كثيرون من العلماء أو المفسرون أن أشعياء 53 ليس له صلة بالمسيح لكنه يتحدث عن شعب إسرائيل وشفنا أنه كلامه هذا غير دقيق ورجعنا إلى كلام الدكتور حنة جرجس الخضري وأثبتنا أن الدكتور منقز للأسف عن قصد يقتبس ويشوه الاقتباسات لكي ما تخدم أغراضه سموها زي ما تسموها سموها عدم أمانة علمية سموها كذب سموها تشويه للحقيقة لكن هذا كله وارد لكي ما يخدم غرضه وهو أن ينفي صلة أشعياء 53 بصلب وموت المسيح ماذا يقول أشعياء 53 عدد مننا يمكن حافظ هذا الأصحاح لكن البعض الآخر يمكن سمعها مرة أو مرتين أو أكثر من مرة أو يمكن بعض المشاهدين أول مرة يسمعوا أشعياء 53 فماذا يقول وهو يبدأ من 52 وعدد 13 يقول هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي وتسامى كمن دهش منك كثيرون كان منظروا كذا مفسدا أكثر من الرجل وسورته أكثر من بني آدم هكذا ينضح أمما كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرك من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتكر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتكر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا نكمل في العدد اللي بعد كده الظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاية تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينون أخز وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش نكمل الجزء دوا أما الرب فسر بأن يصحكه بالحزن إذ جعل نفسه ذبيحة إسم يرى نسلا تطول أيامه ومصرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد يلبار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المزنبين هذا النص مهم جدا ليه؟ لأنه يعتبر نبوة مباشرة عن صلب وموت المسيح وكيف أن المسيح قد أتم هذا الخلاص هذه النبوة ننطق بها أشعياء سنة 730 قبل الميلاد فسفر أشعياء يعتبر من الأصفار اللي بنطلق عليها الأصفار التي تحدثت عن المسيح كثيرا فهو يعتبر تاني سفر بعد سفر المزمير في حديثه عن المسيح ونبوات كثيرة عن شخص المسيح عن ميلاده عن دخوله إلى العالم من خلال العزراء هو ذا العزراء تحبل وتلت ابنا عن أيضا ألقابه وأسمائه نعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويضع اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام كما أيضا تحدث أشعياء عن الرب يسوع بكل وضوح عن موته عن هدف موته عن رسالته عن حياته عن كل هذه الأمور الحقيقية التي تمت في المسيح يسوع فلا يمكن أبدا أن يتحقق هذا الأصحاح في أي شخص أو في أي مجموعة بعيدا عن شخص يسوع المسيح شفنا زي ما قلت لحضراتكم الدكتور منكز بيحاول أنه يشوه الاقتباسات ويجيب لنا اقتباسات ويشوهها وياخدها بعيدا عن القرينة بتاعتها لكن خلوني هنا أحط قدام حضراتكم ما قاله الدكتور حنى جرجس الخضري في كتابه تاريخ الفكر المسيحي في المجلد الأول وفي الأصحاح الأول وزي ما قلت أنا يعني كان لي الشرف أن أكون واحد من تلامزة دكتور حنى جرجس الخضري يقول لنا إيه؟ سفر أشعياء النبي نجد فصولا عديدة جدا تشير بطريقة واضحة وصريحة إلى المسيح وأننا لا نجهل أن بعض المفسرين قد فسروا أو قد حاولوا نسبة معظم الفصول الكتابية في سفر أشعياء للأمة اليهودية كلها في أثناء السابي وبعده لكنه يقول إنه إن البعض الآخر نسب هذا الفصول إلى أشخاص آخرين على أنه من الواضح البين أن هذه الفصول تتكلم عن المسيح بطريقة لا تترك للشك أو للعبس مجالاً يبقى هو كأي عالم بيقول لك إنه آه في ناس فصرتها كده لكن هذه الفصول وهذا هو اقتناعه الشخصي لكن هذه الفصول من الواضح البين أنها تتحدث عن المسيح فما يجيش بقى الدكتور منقز ويقول لي أصله الدكتور حنى جرجس الخضري قال كما يفعل في كثير من اقتباساته وبعدين يقول لنا ولكننا نعتقد أن الصورة التي يقدم أشعياء هنا سواء في أصحاح 53 أو أصحاح 61 لا تنطبق على إسرائيل كشعب إلا بطريقة جزئية ولكنها تنطبق على المسيح بطريقة كلية تنطبق على المسيح بطريقة كلية فعندما نقرأ أصحاح 53 لا يمكننا بسهولة أن ننسبه إلى أمة إسرائيل وخاصة نبواتها التي تتشير بطريقة مباشرة إلى المسيح وهو نفسه لا يمكننا أن ننسبه إلى الأمة اليهودية لأنها نبوات مباشرة تتحدث عن شخص المسيح في كتابي وأنا كنت نشرت هذا الكتاب من عشر سنين والكتاب ده موجود في مصر اسمه المسيح في نبوات أشعياء المسيح في نبوات أشعياء وفي هذا الكتاب ذكرت أنه عبد الرب لقب مهم جدا كلمة عبد ذكرت في العهد الأديم 807 مرة 800 مرة في النص العبري للعهد الأديم و7 مرات في النصوص التي تكلمت أو كانت بالأرامية 807 مرات لكن هناك تعبير آخر مهم هو كلمة عبد الرب وأعتقد أن الدكتور منكز يحاول أنه يقول أنه في كل مرة وردت فيها عبارة عبد الرب كانت تشير إلى إسرائيل وهذا فهم خاطئ جدا 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 فهم بعيد عن الحقيقة فليست كل مرة ذكرت فيها كلمة عبدي تشير إلى إسرائيل فكلمة عبد الرب لها ثلاثة أبعاد البعد الأولاني هو في أسفل المسلس هنا إنها استخدمت مرات لتشير إلى إسرائيل في مهمته الشاملة الإرسالية أن إسرائيل عبدا للرب إنه له إرسالية وسط الأمم لكن إسرائيل للأسف كعبد للرب فشل وإسرائيل للأسف عبد الأوثان وإسرائيل للأسف ابتعد عن الله وإسرائيل للأسف ترك رسالته وفشل فيها فلم يكن عبدا مطيعا للرب لكن لهذا أستخدم أيضا تعبير عبد الرب ليشير إلى جماعة الأطقياء خلينا نقول البقية الطقية كما أيضا وصف بيها إبراهيم وإسحاق والأنبياء إنهم وأرمية إلى آخره كعبيد للرب في إرساليتهم للرب لكن في كمال هذا المعنى يأتي هنا على قمة الحرم العبد المثالي الذي أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت الذي أتى لكي ما يتمم مشيئة الآب الذي لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه غش الذي هو كامل في بره وكامل أيضا في تحقيق إرساليته وهو شخص المسيئة هذا المفهوم هو المفهوم الذي يقدم إشعياء وأنا أوضح لحضراتكم هذا المفهوم أكتر لقب عبد كما ذكرت في الكتاب لقب عبد استخدم حوالي عشرين مرة في الأصحات من واحد واربعين إلى خمسة وخمسين في إشعياء وفي معظمها كان يشير إلى إسرائيل كشعب للرب العبد الأصم الأعمى لكن وسط كلام الرب عن فشل إسرائيل وخطيئته نجد أربع نصوص أو كما يطلق عليها أربع قصائد تتحدث عن عبد الرب الذي يختلف في كل شيء عن إسرائيل إسرائيل العبد الفاشل العبد الغير مطيع العبد الذي لا يحقق مشيئة الآب أو الله منه لكن هذه القصائد تقدم لنا عبدا آخر هي هو شخص المسيح الذي في كماله وفي أيضا إرسليته يحقق الغرض الإلهي من مجيئه خليني أوضح لكم الحقيقة دي لو فتحنا إشعياء من واحد واربعين وأنا هقرأ بعض الأجزاء لحضراتكم يمكن مش هتكون موجودة على الباور بوينت لكن حابب أقراها عشان أوضح الفرق دوان كويس لما يستخدم كلمة عبد يا دكتور منقز أو غير دكتور منقز لازم تقرأ القرينة من هو المقصود بالعبد هنا؟ فليست كل مرة ذكرت فيها كلمة عبد أو عبد الرب كان المقصود بها إسرائيل أوضح لك الحقيقة دي لما يقول لنا في أصحاح واحد واربعين وعدد تمانية وأما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل إبراهيم خليلي الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أكتارها دعوته وقلت لك أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك هذا العبد عبد خائف مرتعب منزعج قالق وضعي في الإيمان كويس لكن لما ييجي لما ييجي يكلم عن عبد الرب في أصحاح 42 بنجد سورة مختلفة عن هذا العبد الخائف بنجد هو ذا عبدي الذي أعدده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خمدة لا يطفي إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته إيه دا؟ هو دا عبد مختلف عن اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده آه لأنه أوصاف العبد الأولاني خائف ومنزعج ومرتعب أوصاف هذا العبد هو يخرج الحق لا يكل ولا يعيا ولا يتوقف عن إرساليته أوضح لك الفكرة أكتر يا دكتور مونكس لما يجي يكلم عن إسرائيل كعبد للرب فشل في إرساليته يقول لنا كده أيها الصم الصم اسمعوا أيها العم يأنظروا لتبصروا من هو أعمى إلا عبدي إيه دا؟ طب إزاي؟ إزاي يقول عنه هذا هو مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم ويجي بعدها على طول يقول لنا من هو أعمى إلا عبدي يبقى أكيد بيكلم عن شخصيتين مختلفتين بيكلم عن two identities مش وحدة بيكلم عن يعني شخصيات مختلفة الذي يقول هنا هو يتحدث إلى شعب إسرائيل ويقول هنا هذه الكلمات من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب ناظرا كثيرا ولا تلاحظ مفتوح العينين ولا يسمع ده بيوبخه وبعدين يقول أنه بسبب خطية هذا العبد دفع إلى الساب من منكم يسمع هذا يصغي ويسمع لما بعد من دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين أليس الرب الذي أخطأنا إليه يعني ذهاب إسرائيل إلى الساب ما هو إلا نتيجة الخطية بتاعة شعب إسرائيل بينفعش عبد الرب هنا نقول عليه إنه هو يعني شخص كامل لا ده شخص ده جماعة خاطئة مخطئة كسرت وصايا الرب فلازم تفرق يا دكتور منقز طيب ناخد مداخلة الأخ جرجس من أمريكا وأرجع أكمل مع حضراتكم ألو 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 مساء الخير مساء النور أهلا بيك أنا عاوز أعلق إنه في حاجتين بيخاف منهم الشدان آي بوت المسيح وسليب المسيح ده صح اتفق معاه في هذا الرأي الإسلام منابي الإسلام اتفق مع الشدان منقذ السقار بعد كده هو حتى لو أنكر نبوط أشعة عنده المزمور 22 بتكلم عن أحداث صفال بيثقبوا هدية رجلية أحشو كل أعظام كل المزمور ده بتكلم يعني جاء عن المسيح بعد كده عاوز أسأله سؤال هل يهوزة لما الصلب ممكن يقول يا أبتاه اغفر لهم مين أبو يهوزة اللي هو بيكلمه الكتاب المقدس لما أذكر اسم الأبو يهوزة وبعد كده هل أبو يهوزة ممكن يغفر ليه سلطان غفران الخطايا بعد كده لو يهوزة هو المسلوم إزاي يقدر يقول النص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس غير أنه يعني إذا كان يعني يوجد زي محمد يعني يبشر ناس بالجن وهو لا يملكها محمد أعطى ما لا يملك لمن يستحق اللي الصلب ما عملش كده اللي الصلب كان عارف أما يعمله وكان دريان وكان واعي كل كلمات المسيح تدل على أنه المسلوب ده هو المسيح أنا مش عارف مين اللي بدانه الدكتوراه ومين اللي عمله دكتور منقذ السقار أصلا أشكرك أشكرك أخي جرجس شكرا لك طبعا الحق واضح ولو الإنسان فعلا أرى بتجرد من معتقداته هيقدر يصل إلى الحق فعلا لو الإنسان قعد وفكر وأرى كلمات الكتاب المؤدس هيعرف أنه الحق هو شخص يسوع المسيح لكن للأسف أنه ما يفعل الدكتور منقذ هو محاولات لكي ما يطعن في الحق ويعجز هو بنفسه عن أن يقدم دليلا كرآنيا واحدا أو إسلاميا على أن المسيح لم يصل فدكتور منقذ لم يقول هو ذا عبدي الذي مختاري الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه أنه لا يكل ولا ينكسر غير لم يقول من هو أعمى وأصم اللي عبدي يبقى هنا يتكلم عن حاجتين مختلفين يا دكتور منقذ أوضح حالك أكتر يا دكتور منقذ وإنت ماشي الكلمات دي كلها هتلاقيها والعبارات دي هتلاقيها موجودة لما يوصل إلى 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 أصحح تسعة واربعين ونجد عبد الرب يقول إيه والآن قال الرب جاب لي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب طب إزاي إزاي هذا العبد إذا كان هو يعقوب إزاي هيرجي يعقوب ويعقوب إشارة إلى بني إسرائيل يعني يعقوب هيرسل إلى يعقوب علشان يرجع يعقوب إلى الرب شعب إسرائيل هيرسل إلى شعب إسرائيل علشان يرجع شعب إسرائيل ولهنا لما يقول هو هذا عبدي يكلم عنه أنه لإرجاع يكلم عن إرساليته لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل فأتمجد في عيني الرب وإله يسير قوتي فقال قليل أن تكون لعبدا لإقامة أصباط إسرائيل ورد محفوظ إسرائيل قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاص إلى أكسى الأرض عبد الرب هنا ليس فقط لإرجاع إسرائيل لكن أيضا لكيما يكون نورا للأمم والوحيد الذي قال عن نفسه أنا هو نور العالم من يدبعني فلا يمشي في الظلمة هو شخص المسيح واحد فمن فاشئ دكتور منكز كله عندك يعني مدام عبد يبقى شعب إسرائيل النص يوضح نفسه وتقدر من خلال إشعياء 41 إلى 45 تكتشف أن هناك إشارات كثيرة لإسرائيل كعبد للرب لكن هناك أيضا عبد كامل هو الذي سيحقق مشيئة الآب ويتممها وبنجد هذا في أربع قصائد موجودين في إشعياء من أصحاح 42 إلى أصحاح 53 بنجد بنجد في أصحاح 42 من 1 إلى من 1 إلى 9 بنجد القصيدة الأولى بنجد في أشعياء أيضا 49 من 1 إلى 7 وبعدين بنجد في أشعياء 50 من 4 إلى 10 وبعدين بنجد بعد كده في أشعياء 52 13 إلى 53 12 القصيدة الأخيرة هذه القصائد هي قصائد تتحدث عن عبد مثالي كامل طاهر لم يفعل خطية يحقق الإرسالية بالكامل التي فشل فيها إسرائيل وده اللي قاله بيري ويب في كتابه عن المسيح في العهد الأديم فقال أن العبد هنا مثالي جدا ولهذا من الصعب أن يكون إسرائيل فهو سبب مصرد قلب الله هادئ ووديع كما أنه أمين لا يكل ولا ينكسر وهو على النقيد من إسرائيل المتزمر والحاقد الخائف الذي يلتفت كثيرا الأعمى والأصم والعاصي باختصار عبد الرب في القصائد الأربعة هو شخص فيه كل ما كان يجب أن يكون في إسرائيل ولم يوجد أنه عبد الرب الكامل المسيح ده المسيح ده شخص المسيح لما نيجي إلى أشعياء 53 لماذا هذا النص لا يمكن أن يكون أبداً بأي وسيلة أن يكون بتكلم عن إسرائيل مش ممكن هذا النص أشعياء 53 يكون بيكلم عن الأمة اليهودية وأنا أسكن لحضراتكم بعض الأسباب اللي على أساسها هذا النص لا يمكن أبداً تطبيقه على الأمة اليهودية أول حاجة في أدلة داخلية آه وفي أدلة خارجية الأدلة الداخلية على أنه هذا النص لا مش ممكن أبداً يكون بيتكلم عن الأمة اليهودية بل بيتكلم عن المسيح هي أدلة بناخدها من النص نفسه أدلة داخلية فماذا يقول إشعياء أول حاجة الأدلة الداخلية أول دليل عبد الرب في إشعياء تلاتة وخمسين كامل البر وفي نفس الوقت مرفوض ورجل أوجاع هتقول لي يعني إيه الكلام ده أقول لك ببساطة الآتي اللي اتنين دول في الفكر اليهودي ما ينفعش يتجمعوا فالأمة اليهودية إذا سلكت بالبر لا يمكن أبدا أن تكون زنب بل تكون رأس ولا يمكن أبدا أن تنتصر عليها الشعوب بل هي تنتصر على الشعوب ولا يمكن أبدا أن تزل بل هي أيضا تظل قوية وثابتة وده الكلام ده لأله كتاب وهذا لا يمكن أن ينطبق على شعب إسرائيل فإذا قلنا هذا إشارة إلى شعب إسرائيل فنحن نكذب كل العهد القديم العهد القديم يقول بوضوح أن البر يأتي بالمجد على شعب الله ولا يمكن أن يرفض ويهان شعب الله إذا عاش بالبر ارجع إلى سفر التسنية أصحى ثمانية وعشرين شوف البركات وشوف اللعنات متى تأتي ومتى تأتي هذه تلك لكن متى يزل متى يرفض متى يتألم شعب الرب عندما يبتعد عن البر عندما يعبد الأوثان فحالة الرفض والزل والمعاناة التي عاشتها الأمة اليهودية كانت نتيجة خطاياها وليس لنتيجة برها وعش كده لما نقرأ عن الآلام بتاعة عبد الرب هنا ما ينفعش نطبقها على الأمة اليهودية لأن كل آلام مرت فيه الأمة اليهودية لم يكن نتيجة البر اللي هي عايشها بل كان نتيجة اختفاء البر وازدياد الأوثان عبادة الأوثان وتركهم للرب والظلم والخطيئة في حياتهم فاسرائيل لم يتألم لأنه بار الأمة اليهودية لم تتألم لأنها بار ده عكس اللي قاله الرب على طول في كل عهد الأدين لكن في أشعياء هنا نجد البار يتألم ونكتشف أنه هذه الألام هي ليست نتيجة لخطايا عملها لكن نتيجة لخطايا حملها ولم يفعلها وده أول سبب يجعلني عندما أقرأ أشعياء 53 أقول ملهوش علاقة بالأمة اليهودية نهائي ملهوش علاقة بالأمة اليهودية وهذا الدليل قدمه بكل وضوح مايكل براون في كتبه Answering Jewish Objection To Christ اللي هي الاعتراضات اليهودية على أن المسيح هو المسيح مش ممكن الأمة اليهودية تألمت نتيجة خطاياها وليس نتيجة البر لكن هنا نجد عبد بار متألم وهذا لا ينطبق أبدا على الأمة اليهودية حاجة تانية عبد الرب في أشعياء 53 مش بس أنه يرفض ويتألم لكنه أيضا يتمجد حتى أن ملوك وشعوب تخضع له وده ما نجدهوش في كل تاريخ الأمة اليهودية ده بالعكس ده كان كل تاريخ الأمة اليهودية أنهم بيتضربوا ملتشت الأمم الآخرين في مصر كانوا ملتشة راحوا اللي كان عين أيضا عاشوا وقت كانوا ملتشة من الأمم الأخرى أشور وضعتهم تحتها بابل أزلتهم الرومان اليونان ثم الرومان ثم دمار أرشليم عاشوا حياتهم كلهم في ألم بسبب خطاياهم لكن هنا نجد أن العبد المتألم ملوك وشعوب تخضع له ومين اللي خضعت له ملوك وشعوب إلا شخص المسيح ملك الملوك ورب الأرباب الذي خضعت له الشعوب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب هو رب وملك زي ما قال قدام بيلاتوس أنه ملك هو ملك الملوك ورب الأرباب فالنص دو ما ينفعش ينطبق على الأمة اليهودية سبب الثالث أشعياء 53 يصور شخص كامل البر لا يوجد فيه خطية واحدة وهذه الصورة مش ممكن تنطبق على شعب إسرائيل كل تاريخهم كان تاريخ مؤلم بسبب ارتباطهم بالأوثان بسبب تركهم لوصايا رب بسبب قصاوة قلوبهم بسبب عنادهم بسبب رفضهم للخضوع ليهوى بسبب تركهم لرب وللعهد الذي قطعوا معهم قلوا لي ما أنتوا مسلمين شاطرين في معرفة الأمة اليهودية هل الأمة اليهودية بارة هل عاشت بالبر هل لا يوجد فيها خطية دانتوا يعني أكتر ناس وصفتوهم بأوصاف غير إنسانية كانوا اليهود لكن هنا نجد أنه لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش تطبقها ازاي على الأمة اليهودية دي يا دكتور منقز تطبقها ازاي لا قرآنك هيسمح لك ولا أيضا أحاديثك هتسمح لك ولا كل العقيدة الإسلامية تسمح لك سبب الرابع بحسب أشعياء بحسب أشعياء 53 وبالأخص الأعداد اللي هي عدد 3 وعدد 4 وعدد 12 خلوني أقرأ هذه الأعداد لحضراتكم في عدد 3 يقولنا هذه الكلمات محتقر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومسلولا في عدد 12 يقولنا لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمة هو حمل خطية كثيرين وشفع في المزنبين نجد هنا حقيقة مهمة جدا جدا أن تألم عبد الرب كان نتيجته شفاء للشعب ألامه أتت بالشفاء هم أخطأه هو تألم هم شفو بلا أنه تألم ودي مش ممكن تنطبك على الأمة اليهودية ولم يكن أبدا ألام الأمة اليهودية أتى ليها بشفاء لكن الوحيد الذي تألم وألامه أتت بالشفاء كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا يريدك يا دكتور منقص تقرأ وتعرف أسماء الإشارة هنا في السفر The personal pronouns وتعرف إنها إزاي هناك تناغم ما بين العبد كفرد individual والشعب كجماعة هو مجروح فرد لأجل معاصينا جماعة هو مصحوق كفرد لأجل أثامنا كجماعة كلنا كجماعة ضللنا ملنا كلنا كجماعة كل واحد إلى طريقي والرب وضع عليه كفرد individual والرب وضع عليه إثم جميعنا وكتير نص مليان بهذه الحقائق فمش ممكن أبدا ينطبق أشعياء 43 على الأمة اليهودية ولا يمكن أبدا أن يكون العبد المذكور في أشعياء 53 هو العبد المذكور في أشعياء 53 هو الأمة اليهودية وقلت الأسباب الكثيرة لكن كمان يا دكتور منقز مش بس أنه الأدلة من النص اللي بتأكد الأدلة الداخلية لكن كمان هناك أدلة خارجية حضرتك قلت في كتابك وفي فيديوهات أخرى أيضا بتناقش فيها أشعياء 53 أن كل مفسر اليهود أجمع أجمع على أن العبد هنا في إشعياء 53 هو الأمة اليهودية وأنا بصراحة مستغرب من الثقة اللي أنت بتكلم بها مع أنك لم تذكر شيء نهائي يعني لم تأتي لنا بمراجع ولم تأتي لنا بمصادر للكلام الموثق اللي أنت بتقوله عرفت منين أنه كل مفسرين اليهود فسروا هذا الأصحاح على أنه هو إشارة للأمة اليهودية رجعت للتلمود اليهودي رجعت له رجعت للمدراش رجعت لكتابات معلم اليهود قبل المسيح وحتى 200 سنة من المسيحية طيب شوفوا بقى عشان بس لم يجي حد يقول لك كل مفسرين اليهود قالوا على أنه هذا الأصحاح إشارة الأمة اليهودية معظم الكتابات اليهودية القديمة ترى في عبد الرب إشارة للمسيح ودي حقيقة لا يمكن واحد دارس فاهم آري ينكرها فالترجوم الذي يعتمد على الترجمة الأرامية للنص العبري يقرأ أشعياء اتنين واربعين وعدد واحد وأشعياء تلاتة واربعين عدد عشرة وأشعياء ايضا اتنين وخمسين عدد تلات أعرف أنه الكلام ده صح فما يجيش الدكتور منكز ويدحك علينا ويقدم ما قدم لناش ولا دليل ويحاول يقنع القارئ أن المفسرين اليهود على مر العصور قالوا أن هذا هو الأمة اليهودية لأنه هذا يعتبر كذب وتلفيق ولو يحقائك ويريت لما تقرأ أي حاجة للدكتور المنكز قلوله ادونا المرجع بتاعك ويرينا المرجع ادونا المصدر اللي انت جبته المعلومة دي ما انت ما جبته من دماغك أكيد جبته من مراجع وما اعتقدش أيضا أنه بينزل عليك الوحي فتكتب هذه العبارات ادونا المراجع اللي انت استخدمتها وقتها تكتشفه زي ما اكتشفت أنه لا مراجع ولا اقتباسات ولا أمانة في استخدام المرجع ولا أمانة في اقتباس الاقتباسات الترجون الأرامي للنص العبري بيقرأ هو هذا عبدي المسيح المسيح عبديها مشيحة وده قبل المسيح وحتى زي من المسيح والمراجع هيا دكتور مونك ده حطيتها ممكن حضرتك تكبر الشاشة وترجع للمراجع اللي انا حطيتها قدامك ده ترجوم عيزيا وبعدين ايضا ده ترجوم التريتم الى اخره كل دي موجودة باي زيمري انجور مياز فالكتابات القديمة يا دكتور منكز اللي قبل القرن التاني الميلادي كانت بتقول انه وذا عبدي المسيح يعني اليهود فهمين انه نص اشعياء اتنين واربعين تلاتة واربعين وخمسة وخمسة وخمسين بيكلم عن عبدي المسيح حاجة تانية كما ان كتابات معلم اليهود القديمة كلها تؤكد الحقيقة دي اشهرهم يوسي الجليلي الذي عاش سنة مية خمسة وثلاثين قال ان اشعياء تلاتة وخمسين عدد خمسة يشير الى المسيح الملك والذي بألامه يبرر كثيرين ده حخام كبير عاش في بداية القرن التاني الميلادي وقال لنا ايه قال لنا فاذا كانت خطية ادم قد تسببت في دينونة الله له ولأتباعه مع ان دينونة الله كانت اقل مما نستحق فكم تكون الام الملك المسيح الذي تألم وحزن من اجل الاشرار ويبرر كثيرين كما هو مكتوب وهو مجروح لاجل معصينا مصحوق لاجل اثامنا ده اللي بيقوله معلم اليهود دكتور مونكس اللي هما قبل بداية القرن او قبل نهاية القرن التاني الميلادي لكن حصل ايه كمان هذه الحقيقة كدها البروفيسور جيوليومي الذي قال ان اليهود توقعوا مسيح متألم قبل ظهور المسيحية ولهذا فسروا العبد المسكور في اشعياء 53 على انه المسيح المرجعه كامل بالصفحة بكل حاجة طيب بالرغم من ان التفاسير اليهودية القديمة تقول ان المسيح الملك في اشعياء 53 يتعالى ويتسامى ويتمجد وانه يتسامى فوق ابراهيم وموسى ويعلو فوق الملائكة دي كانت تفسيرهم يعلو فوق موسى ده موسى ده يعني معطي الشريعة يعتبر اعلى في العهد القديم عند اليهود ويعلو ويعلو فوق ابراهيم ابو الام اليهودية وحتى انه يعلو فوق الملائكة يسمو فوق الملائكة مع مرور الوقت دكتور مركز والكرازة المسيحية بدأت تأخذ مكان وبدأت الرسالة بالخلاص بالمسيح يسوع تنتشر وتخرج من اليهودية الى اقصى المسكونة وبدأ ايضا المسيحيين يتجهوا الى اليهود في التبشير والكرازة لهم بالمسيح يسوع واحدة من النصوص المهمة في التبشير لحد النهاردة بالمسيح يسوع لليهود هو اشعياء 53 وزيما ايضا الخصي الحبشي استخدم هذا النص وكان بيقرأ منه لكنه لكن الرب ارسل له من يوضح له مين هو هذا الذي يتكلم عنه النص وشرح في لوبوس للخص الحبشي عن من يقول هذا النص اليهود بقى من القرن التاني يا دكتور منقز من القرن ايه مع نهاية القرن التاني بقى بدأ يبقى عندهم reaction نسميه encounter رد فعل وبدأ معلم اليهود يبتعد عن التفسير التقليدي القديم لاشعياء 53 ليس لانه تفسير غلط لا 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 بل انهم رفضين الايمان بالمسيح فبالتالي اذا كان النص دو هو اداة بيستخدمها المسيحيين في التبشير بالمسيح فاحنا هنفسروا بطريقة بحيث انه ما يجدوش في فرصة يستخدموه فبدأ يبقى هناك shift تغيير في التفسير حصل تغير في تفسير اليهود او تغيير في تفسير اليهود مع نهاية القرن التاني الميلادي وابتدأ اليهود يفسرون هذا النص على انه يشير الى الامة اليهودية واشتهر اوي هذا التفسير من خلال معلمي اليهود في القرن الحادي عشر من خلال ابن عزرة واشير وصداكة الى اخر معلمي اليهود اللي كانوا مشهورين في القرن الحادي عشر حصر reaction رد فعل عند اليهود وهذا الرد الفعل كان سببه تغيير في التفسير للنص لكن قبل القرن التاني كان مفسر اليهود بما فيهم كتابات التلمود اليهود اللي ما زالت موجودة لحد النهاردة بتفسر هذا النص على انه اشارة للمسيح يقول علم اللغات السامية المعروف جيسينيوس وده يعتبر يعني لو انت هتدر السعيبر يعتبر ده واحد من المراجع الاساسية يقول لنا عندما رأى اللاهوتيون اليهود ان عبد الرب يشير الى المسيح وان هذا ليس في مصلحتهم بل وعكس اقتناعاتهم انقلبوا ضد هذا التفسير واتفقوا على ان عبد الرب ليس هو شخص المسيح ولهذا نرى تحولا كبيرا في الفكر اليهودي بخصوص عبد الرب قبل وبعد القرن الثاني الميلادي فالتغيير حصل امتى تغيير حصل في القرن الثاني الميلادي فما نجده قبل القرن الثاني الميلادي مختلف عن ما نجده بعد القرن الثاني الميلادي فما جيش حضرتك وتقول لي ان مفسري اليهود كلهم يجمعون على ان هذا النص يتحدث عن الامة اليهودية يبقى حضرتك ما تعرفش حاجة اساسا عن مفسري اليهود ولا تعرف عن التغيير اللي حصل في التفسير اليهودي زي ما قلت فالتلموت حتى القرن الاول الميلادي يرى ان عبد الرب هو المسيح لكن مع بداية القرن الثاني حيث بدأت المسيحية في الازدهار والنمو واصبح صوت علماء المسيحية مسموعا من خلال كتاباتهم وتفسيرهم للعهد القديم وكذلك مناداتهم بالرب يسوع المسيح العبد المتألم تغير تفكير اليهود نحو طبيعة شخصية عبد الرب واصبح هذا اللقب في تفسيرهم هو اشارة الى موسى اشارة الى يوشية اشارة الى ارمية اشارة الى شعب الرب او اشارة الى حتى البقية الطقية اللي هي يعني فلتت من السبي وعاشت بعد السبي لكن قبل القرن التاني كان عبد الرب هو عبدي المسيح طيب اجي الى جزء اخر يقولنا دكتور اعتراض اخر لا يقول ان عبد الرب مات النص هنا ما بيقولش انه انه مات والمسيح انتو بتقولوا انه مات فبالتالي اشعياء 53 ما نتحكش بس اللي انا بكلم بجد ده البعض بيقول يعني الكلام ده انه اشعياء 53 ما بيقولش ان المسيح مات وانتو بتقولوا ان المسيح مات فيبقى بالتالي اشعياء 53 لا ينطبق على مين على المسيح انا عارف انه على طول حضراتكم طلعتوا النصوص في فكركم اشعياء 53 يؤكد بوضوح ان المسيح مات موت المسيح واستخدم لموت المسيح عبارات كثيرة كدا من ضمن هذه العبارات التي استخدمها اشعياء 53 ليتحدث بيها عن موت المسيح كشات تساق الى الزبح ما اعتقدش الشات اللي راح تتدبح دي راح تتفسح ما اعتقدش انها راح خلوة التشبيه هنا وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فات تساق الى الزبح يعني ايه يعني تسبح هتموت فاناسي بتكلم عن موت المسيح مش مش عايزة فهلاوة يعني لما قلنا ايضا انه قطعة من ارض الاحياء يعني يعني لما اقول واحد انه قطعة من ارض الاحياء يعني البشر اللي بقين احياء اما هو فقد مات اشارة الى موت المسيح قطعة من ارض الاحياء اشارة الى موت واجوع الى مع الاشرار قبره هدا هما هيدفنوه قبل ما يموت ولا هيدفنوه هو حي نصب يقول لي واجوع الى مع الاشرار قبره بعدين تيجي تقول لي لا اصل النص مفوش كلمة موت المسيح في او اشعياء لم يذكر ان المسيح قد مات بقى كل العبارات دي وجايت اقول لي ان كلمة موت لم تذكر يعني الذبح ده موت كتعة من ارض الاحياء موت وجوع لمع الاشرار قبره ده موت جعل نفسه ذبيحة اثم الزبيحة بتموت تدبح فالاعتراض مفوش منطق اساسا لانه اي واحد عائل بيقرى الناس هيقول لك النص واضح جدا ان المسيح قد مات بس اشعياء ما بيكلمش عن القيامة لو حلت له معضلة الموت يقول لك بس هو ما بيكلمش عن القيامة وانتو كمؤمنين مسيحيين بتؤمنوا ان المسيح قد قام الناس كمان في اشارات القيامة يرى نسلا تطول ايامه هيرى امتى بعد لما يقدم نفسه زبيحة يرى نسلا تطول ايامه من تعب نفسه يرى ويشبع بعد لما يكفر عن خطية الشعب من تعب نفسه يرى ويشبع لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة تمجيد ده تمجيد المسيح وتمجيد المسيح بدأ بقيمته من بين الاموات وبرهان قيمته من بين الاموات انه ظهر لكثيرين فالمسيح مات والمسيح ايضا قام من بين الاموات اخر اعتراد لان ايه اه بس المسيح يقول هنا في اشعياء 53 انه يرى نسلا وعلى طول المسلم يقولك نسلا يبقى تزاوج واولاد واحفاد وعيلة وقبيلة الى اقرب اه كلمة نسل تشير الى الابناء والاحفاد ده في استخدامها الطبيعي لكن ايضا كلمة نسل لها استخدامات مجازية كثيرة جدا في كتاب عدس وهكتفي بسفر اشعياء اللي احنا منتكلم عنه يقول نسل فاعل الشر يعني ايه نسل فاعل الشر تواصفهم بانه ايه نسل فاعل الشر يعني الشر الجوز وانجب نسل ولا ده استخدام مجازي يشير بي على انه الانسان ازاي الشعب اصبح كله خاطئ لا يسمى الى الابد نسل فاعل الاثم هو الاسم الجوز وجاب لنا نسل يعني التناسل البيولوجي زي ما انت عايز تفهم يا عبد الرب يرى نسلا في استخدام زي ما قلت استخدام مجازي للعبارات نسل الفاسق والزانية نسل الكذاب انتو من اب هو ابليس واعمال ابيكم تيرودون ان تفعلوا هو ابليس الجوز وجاب لنا عيال وصاروا اولاده دول يطلق عليهم كذاب او الكذابين عيلة الكذابين ولا ده استخدام مجازي ايضا اشعياء 53 لا يمكن ابدا ان نرى تحقيقه الا في شخص المسيح مهما حاول دكتور مونكس وغيره انه يجرد المسيح من تحقيق هذه النبوة فيه الى انه سيعجز عجزا كاملا لان النص لا يمكن ابدا ان ينطبق على الامة اليهودية ولا يمكن ينطبق على غير الامة اليهودية زي ما شفنا الاسبوع اللي فات قالك اصله في بعض الاجزاء تنطبق على يهوزة وفي بعض الاجزاء تنطبق على محمد وفي بعض الاجزاء تنطبق على الامة اليهودية لكن النص هو نبوة صريحة واضحة عن شخص المسيح وقديم نشوف كلمة الله صادقة وانه اللي قاله الرب من 700 سنة قبل الميلاد حققه في الشخص الرب يسوع المسيح الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم شكرا